وأنا توقف الآن مع آخر التطورات والمستجدات في العاصمة الأمريكية واشنطن ينضم إلينا مراسل الحرة من البيت الأبيض هشام بورار من الكونغرس خليل بن طويلة ومن نيويورك توني نداف أهلا بكم جميعا نبدأ من آخر المستجدات من البيت الأبيض معك هشام نعم طبعا ميرا وهناك بيان للبيت الأبيض يدعم فيه المتظاهرين السلميين في الصين ويقول للجميع الحق في التظاهر السلمي بما في ذلك داخل الصين طبعا إنشارة لتظاهرات ضد سياسة صفر حالة من كوفيد أو كورونا في الصين ويأتي أدت إلى اضطرابات ضد النظام الشيوعي في هذا البلد البيت الأبيض أيضا هنا هي الرئيس الأمريكي عاد من عطلة عيد الشكر ليواجه مرحلة حساسة جدا على مستوى التشريعي في انتظار على الأرجح كونغرس منقسم يسيطر فيه الجمهوريون على مجلس النواب وأغلبية بسيطة للديمقراطين في مجلس الشيوخ لذلك الرئيس الأمريكي يحاول ترتيب أولوياته بما يتعلق بالأجندة التشريعية الأكثر إلحاحة التي يريد تمريرها في هذه الفترة بين الدورتين التشريعيتين في انتظار بدء الكونغرس المقبل طبعا البيت الأبيض يركز على الأهم والأساسي وهو ضمان تمويل الحكومة بحول السادس عشر من ديسمبر المقبل وأيضا الرئيس الأمريكي يطمح لديه طموحات أخرى تشريعية يمكن أن يمررها في هذه الفترة لسيما رفع سقف الدين الذي طبعا يساعد الولايات المتحدة على الاستمرار في الاقتراض ومن دونه يؤدي إلى خفض درجة الاهتمان الأمريكية ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي في فترة حرجة الرئيس الأمريكي أيضا يطمح إلى تمرير مشروع قانون لحضر الأسلحة الفتاكة على ضوء الأحداث الأخيرة لحدث عنف الأسلحة في الولايات المتحدة في مدينة تشيسيبيك بولاية ميرلند ثم أيضا زواج الميطليين مشروع قانون مطروح في الكونغرس الأمريكي وإمال الرئيس الأمريكي في أن يوقعه قبل سيطرة الديمقراطية الجمهوريين على مجلس النواب في الدورة الشريعية المقبلة أخيرا البيت الأبيض يخضع لتزيينات بالأعلام الفرنسية استعدادا لزيارة الدولة أول زيارة الدولة في عدد الرئيس بايدن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس المقبل الأول من ديسمبر وهناك الكثير من المراسم التي تدخل في هذه الزيارة التي من شقها السياسي طبعا على الجانب السياسي ستركز على ضمان استمرار ذلك التحالف الأمريكي الأوروبي لدعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا ماذا عن جديد الكونغرس معك خليل بن طويلة؟ من اليوم العنوان الأبرز والموضوع الأكثر جدلية يطرح أخيرا على مستوى مجلس الشيوخ وهو موضوع قانون الزواج أو ما يسمى حرفيا بقانون وقاية أو حماية الزواج القانون أصلا كان قد صدر في شكل آخر يسمى قانون الدفاع عن الزواج سنة ستة وتسعين أيام الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بعد ذلك القانون تعرض لوقف أو تجميد في الكثير من أجزائه خلال العام 2013 وكذلك 15 من قبل المحكمة العليا مما جعله يحتاج إلى أن يتحول إلى قانون جديد القانون الجديد والذي الآن موضوع على طاولة النقاش في مجلس الشيوخ بعد أقل من ساعتين من الآن يسمى قانون احترام الزواج هذا القانون طبعا يدعمه الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعمه أيضا طبقة واسعة من الديمقراطيين الذين دعموا طبعا من الكثير من الليبراليين في أوقات سابقة في الانتخابات القانون الآن أصبح في يد مجلس الشيوخ ولكن المشكل الأكبر أنه يتعرض أو يصطدم بالكثير من قناعات المحافظين الأمريكيين وكذلك الجماعات الدينية سواء الكاثوليكية أو البروتستانتية في الجهة أو الجانب الأكبر هو ما يتعلق بالمسألة الدينية على أساس أن هذا القانون يحمل تقنينا أو يطالب الولايات الأمريكية جميعها بأن تقننا وتشرع مسألة زواج المثليين بصورة طبيعية لا لبس فيها ولكن بالنسبة لعدد كبير من الجمهوريين يقولون بأن هذا ستكون له تداعيات كبيرة سواء على جانب الحريات الدينية وحريات القناعات الدينية التي هي محمية ضمن ما يسمى بقانون الحريات الدينية أو ما يتعلق بالأمور الأخرى الخاصة بالضرائب وغيرها أختم معك توني نداف من نيويورك ما هي آخر المستجدات أو التطورات التي ستطلان عليها؟ نعم ميرا في نيويورك اليوم وتحديدا في مقر الأمم المتحدة عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة تلتها جلسة مغلقة حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها ملف الفلسطيني في الجلسة المفتوحة قدم منصق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسليند إحاطة أمام مجلس الأمن تناول فيها طبعا تدهور الأوضاع الأمنية في الأونات الأخيرة في الضفة الغربية وإسرائيل وأيضا ركز فيها على ازدياد استخدام الأسلحة وسكوط الضحايا المدنيين وأعرب عن قلقه من استمرار هذا الوضع ودعا طرفي النزاع إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وطبعا إلى البحث والسعي لتحقيق حل الدولتين هذه المطالب لقد أيضا صدن في مداخلات سائر أعضاء مجلس الأمن الذين شددوا على ضرورة حماية المدنيين وخاصة الأطفال وأكدوا طبعا على عودة السبل والمساعي لتحقيق حل الدولتين هذا فيما يتعلق بجلسة المفتوحة أما في خلال الجلسة المغلقة فقد تابع أعضاء مجلس الأمن مناقشات حول أوضاع أخرى تتعلق بالشأن الشرق الأوسط طبعا بما فيها تقرير أمين العام حول تنفيذ القرار 1701 الذي تم تبنيه في العام 2006 والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وبعد ظهر اليوم هناك أيضا جلسة مغلقة ستكون حول موضوع لجنة العقوبات ضد كوريا الشمالية ستقدم فيها رئيسة اللجنة تقرير التسعين يوم حول أعمال هذه اللجنة طبعا أمام مجلس الأمن ميرا شكرا جزيلا لكم جميعا من نيويورك توني ندف من الكونغرس خليل بن طويلة ومن البيت الأبيض هشان بورار شكرا جزيلا